طيب مع المستشار ما هو الواجب توافرها في أي من يريد أن ينتسب للهيئات القضائية سواء بالقبول أو مرورا بالاختبارات التي تجريها أو يجريها المجلس الأعلى للقضاء مجلس القضاء الأعلى هو مبدئيا الدستور فرق بين الجهات القضائية والهيئات القضائية الجهات القضائية هي جهات الحكم وفي نصري الجهات دي هي القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية دي جهات الحكم الهيئات هي الهيئات التي تباشر نشاط قضاء سواء النيابة الإدارية باختصاصة الوارد في الدستور أو هيئة قضايا الدول كافة أعضاء الجهات والهيئات يتمتعون بحقوق واحدة ويلتزمون بواجبات واحدة وبينهم مساواء في كافة الحقوق المالية المرتبات والحوافز أصبحوا الآن جميعا على قدم المساواء الدستور حدد قاعدة أساسية أن الاختيار أساسه الكفاءة الكفاءة والمقصود هنا بالكفاءة هي الكفاءة العلمية والأهلية أما الأهلية فدي متصلة بالصلاحية لتولي منصب القضاء والصلاحية لها جوارب كثيرة إنما الأساس في الاختيار هو الكفاءة